السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة اليوم بإذن الله فيديو جديد كانت منها يربي يلقاكم في تمام الصحة والعافية وبأحسن أحوال علامة يورام كيف العادة واحد الفيديو اللي هو سهل وبسيط وفي المتناول وقبل ما نبدأ هذا الفيديو كانت منها اللي بقي ما اشترك شي اشترك معنا في القناة وتغطي الزر اشتراك ويفعل جرس باش يوصلوا كل جديد ودابا نبدأ الفيديو على بركة الله بالنسبة للفيديو اليوم سنحتاج 1-4 قطعة الخشب كونتر بلاكي بالنسبة للعبار كيف يبقى لكم الاختيار بالنسبة للعبار اللي استعملت أنا استعملت 11 سنتيم في الطول و 1-8 سنتيم تقريبا ما عبرتش موهي في العرض بالنسبة للحاجب كيف قلت لكم كيف يبقى لكم الاختيار وغان نحتاجو جلقة اخرين عان ديرهم واحدة كقاعدة والثانية كغيطاء دابا نبدأ على بركة الله كنناخدوا هداك القطعة الخشب باش يجوا لجوانب مفينين كنناخدوا هاد الورق الخشب به هاد الشكل هادا وكننحاول انا لنحك به الجوانب مزيان باش يجوا مقادل كيف كنت لكم ودابا مباشرة غادي ننزل باش نلصق هاد القطع مع بعدياتهم بالنسبة لها القطع هدا غادي استعمل هاد الغير الأبيض كيكاتشوفو هنايا كيكاتشوفو بها الطريقة هادي كيكاتشوفو بها الطريقة هادي وهايكان اعتادر على الصوت ديالي ششوية مروحة غاير سبحو وصافي وقبلو عليا ودعمها ادعيوا مع ربعا سوف نضغط على قطعه أضغط عليهم ونود لداخل الكمية المستدس شابع لتفضل ونكتب تدرسها بشكل لديه سوف ندوز المشكل الجانب نضيف بشكل جديد نأخذ الخشب ننضيف الجوانب وبالتبط القطعة نضغط عليها بشكل كيكاتشوفو في الصورة بهاتشكل كنضغط عليها بزيال باش كتشد راسها وبلبس الطريقة احتهي غادي ندوز للداخل وغا نحاول اناني ندلها اللي ساق او لمسدة الشمع بهاتشكل هاده غير باش ننضمن انها هديك القطعة زادت بزيال بقتل الى القطعة الاخيرة احتهي بلبس الطريقة نحاول هنا انا ننقض الجوانب بزيال وكي قلت لكم لفس الطريقة غادي ندير للغيراء الابيض انا هنا كنستعمل غير اسمها ديالي وكويت تخدموا بشي فورشات او لابانتسو كيبقى لكم الاختيار وصفحته هو غادي ندير مسدة الشمع اللي دارو ريخسوا يكون سخون بزيال باش كي تبت وغادي ندل قطعة الاخيرة بالنسبة لي انا استعمل شاركت معكم غير واحد العلبة هو بالاحسن نديرو ثلاثة الاحجاب للعلب كي يجوا وراقين وزويرين هذا الحجم المتوسط يعني اللي خدمت معكم وكي تخدموا حجم اكبر وحجم اصغر كي يجي شكل ديالهم كيف قلت لكم اكتر مرائع صافي هنا بلفس الطريقة كندوزل داخل كنعود نديرو اللي ساق بالداخل بزيال باش نضمن انه يتبت وصافي صافي هدي هي العلبة بعد ما حصلنا لها هدا بغدي ندوز الجوانب بالاعلى حتى هوا بلفس الطريقة كنقيس شحال عندي هدايا في الجوانب يعني العبار وكنقطع واحد المربع ديال كونتر بلاكي حتى هوا ممكن تستعملوا غير الخشب ديال الصور يلا عندكم بشي صورة قديمة من الوراء كيكو فيها واحد الخشب كونتر بلاكي هو اللي ممكن تستعمله كي استعملتو انا هنا صافي كان ضغط عليها ومن بعد عادي لبالي لنشي زوائد الخشب مع الجناب ونحكوه بذلك الورق الخشب كيف قلت لكم سافي هلايا غدي ناخد هاد الورق الاسود غير باش يجي السطح شوية املس كنحك به نشف هده وكيف قلت لكم قطع خشب لا فقط انا كنترى انا اخذ هده الورق تمتح حتى تستعمله إلى جوانيب كامل سوف نأخذ هذا الخشب المزخرف و سوف نصبغه بهذه الصباغة الذهبية المؤخرا فالحقيقة اللون الذهبي اكثر من رائع بعد الكفري القليل أضифر صباغة و السيارة نحن نخذ العبار ثم قطعه لان هذا الخشب الليزر او الخشب الملقوش سوف نستعمل نستعمل مصدس شمع لانه يتبت بزيان وهذا الكولا يعني تبت الخشب نحن لا بدا عن طريقة تغطي الولايات سفي الوقت لان سوف نؤدي نغطي الولايات كم نرى لانه يوجد الجانب وننتظر الانه يجري تزق بالنسبة لانه يسهد اجونا الانه يطير ، نرى سوف نستخدم الغطاء فوق هذه القطعة هذا هو الغطاء كيف تشاهدوه لا تدوش عليها لون مجاش موحد لان كنت موحد الورق اللاسق و لا تريد تحييت والاسف سوف تغطى فوقه سوف تغطى بصبغة ولكن يبقى بايد مهن ماشي مشكل كيف قلت لكم انا كتشارك معكم غير الفكرة و انتم سوف تستعملوا بطبيعة الحال ادواتكم احسن و اجمل سوف ندوز باش نلسق المقبض بالنسبة لي استعملت غير مسته جامع انتم من الاحسن اتخذوا فيس و غديروا حد تقم من الاسفل و غادي تلسقوا هاد المقبض هذا و دهما نتلقى باش نشوفوا الشكل النهائي للعمل اللي شاركت معكم هادي هي العلبة اللي شاركت معكم كاجي شكل ديالها راقي و زوين و اعنيق بزاف غير هو انا خدمت علبة واحدة كيف قلت لكم كما خدموا ثلاثة العلب غايشي شكل ديالهم زوين بزاف ممكن تستعملوا علبة كبيرة و هادا الحجم متوسط و حجم صغير تستعملوهم بزاف الاشياء ممكن تطفوهم في المطبخ ممكن تخليهم كديكور ممكن تطفوهم في غرف النوم يعني كيبقى لكم اختيار كما انكم ممكن تاخدوه كم شروع مربح كم شروع مربح و تبيعوهم بوجهكم حمر يعني را دارجين على الموضة و موجودين في الاسواق غير التمن ديالهم كيكون باهد هكا صاحبناه باقل تكلفة و هادا هو الفيديو دليوم بلا ما زي نطول لكم كتر و كيف كان قول ديما كانت بنا يا ربي كور خفيفة ضريفة على قلبكم و كور فتكم ولو بالقليل و اللي باقي ما اشترك شي اشترك معنا في القناة و اضغط على زر اشتراك و يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد و دعموا لبلاجين و شكرا الى فيديو مقبل ان شاء